بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا هنا هنحل الجزء التاني من الدرس الاول في الواحدة الاولى عندنا مكتوب تونامي في اول سؤال تونامي يعني صديقك تيدي موند يسأل او تي رانجة لليفرة اينا ترتب الكتب كاذك تيدي ماذا تقول طبعا هقول في البراتب خلي بالكم من فيرب رانجة يعني يرتب حرتب في التروس في المقلمة ولا على المكتب ولا في الكراسة ولا في المكتب طبعا هرتب الكراسات على المكتب حتبقى الجملة هنا صحية تي تنفورم انت تستعلم تي تنفورم يعني انت تستعلم يعني انت تسأل عن شيء انت بتسألم عن شيء يبقى اكيد هدور على كاسكو سي او سي كوا كاسكو سي او سي كوا طبعا الاولى كاسكو تي في ماذا تفعل ومن هذا والاخيرة ماذا تحب يبقى انا حاخد كاسكو سي اللي هي ما هذا سؤالي بعده يعني انت تصف الكمبيوتر بتاعك فبتقول اليه مدارن هو حديث في وصف لي مش هقول طبعا هو بتاع والدي مش هقول طبعا هو اه على المكتب اه انا عندي كومبيوتر انا بعمل وصف يعني اصف يعني اصف يعني غرفة صديقك مرتبة طبعا كلمة بتخليني ادور على كلمة اردوني منظم كاسكو تي دي ماذا تقول بتقول طبعا هو منظم مش هتقول هو سرسار هو غير منظم الغرفة اه في فوضى تي دي كري انت تصف تي دي كري يعني انت تصف تشامبر غرفتك خلي بالك ان الكلمة شامبر دي مؤنس فحقول انا عندي غرفة خاصة ولا حقول الغرفة كبيرة ومرتبة ولا حقول يوجد مكت اردوني يعني كومبيوتر ولا يوجد اربع غرف طبعا هي اول وحدة هي كبيرة ومنظمة تي ادمير انت معجب بالمقلمة بتاعت صديقك معجب بيها يبقى بقول المقلمة دي جميلة يبقى مش هقول سيئة ولا حقول ليست لطيفة او ليست رائعة ولا حقول سيئة برضو يعني سيئة انا حقول انها جميلة في رقم سبعة هنا تنامي صديقك تي اوفر و اوفراء له فيرب يعني يقدم تي اوفر يقدم لك انك دو هدية كاسك تي دي ماذا تقول حتقول له بردون معزرة ااسف مش عايز ولا تقول له مرسي بكو شكرا جزيلا وهي دي اللي انا حختارها طبعا صديق بيقدم لك هدية فانت طبعا بتقول له ايه مرسي بكو شكرا جزيلا تي دي موند الموقف رقم تمانية تي دي موند انا مين تبتصف بتسأل صديق لنومبر دستيلو دون نتروس عن عدد الاقلام الاقلام الجافة في المقلمة فكسك ايه دي ماذا هو يقول هو هيقول لك ايه في موقف ازا ده هيقول لك ايه طبعا على طول مباشرة كده هدور على عدد وطبعا الاولى دي اقلام رصاص التانية انا عندي مقلمتين الاقلام بيكون ازرق لا هي الاخيرة اليا يوجد سانج استيلو خمسة اقلام تي دي موند انت تسأل اتونامية انت تسأل صديقك يعني الاشياء المكونات بتاعة الشنطة فيها ايه شنطته كاسكل دي ماذا هو يقول طبعا هدور على كتب وكرسات في الشنطة يوجد فصول ولا يوجد كرسات ولا انا عندي اصدقاء من مدرسة ولا يوجد انشطة يدوية طبعا انا هاختار يعني فيه او انا امتلك كرسات فيها طيب تي دي موند انت تسأل لأ تونمي هنا بقى تونمي يعني صديقك تونمي معناها صديق صديقك بيسأل او بيطلب منك دو دي كرير ان تصف تونساك ادو اوصف للشنطة بتاعتك بيقولك كده فحيقولك كمان اي تونساك كيف تكون حقبتك بحناخد طبعا الاول في الجملة اللي بعدها انت تحدد هوية شيء مدرسي فبتقول سي تان استيلو لان قالك شيء وجاء بعدها كلمة سكولار يعني حاجة تبع المدرسة مش هتقول سي تان ميزون الاولانية انه ما انزل ولا هتقول صديق لانه ضعاقل وهتقول سي صندو كوبا انهم زملاء ضعاقل طبعا انا بحدد شيء مدرسي كلمة objet scolar يعني شيء مدرس objet scolar ناخد بنا منها قوي كلمة objet scolar في رقم 12 تي ديماند اتونامي انت تسأل صديقة يعني انه يحدد هويت شيء فحتقول له ايه خلي بالك ان انا عايز السؤال واحنا قلنا السؤال لتحديد هويت الشيء طب انا عندي سيكوا خلاص اخترته طالما شيء يبقى كاسكو سيء او سيكوا تي ديماند يعني انت تسأل اتونامي صديقة ان يصف مقلمته طب هو حيقول لي ايه هيقول لي هي ملونة طبعا ان حنفيني كلمة رس مقلمة مذكر ولا مؤنس مؤنس طبعا فحختار الوصف لها هي مؤنس اعود عنها بقالي يعني هي ملونة في رقم 14 تي ديماند انت تسأل اتونامي صديقك عن الاشياء لزوبجي ماذا هو يقول المقلمة بيبقى فيها ايه زي ما احنا عارفين ممكن يبقى فيها طبعا ممكن يبقى فيها ممكن 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 يعني طبعا انا عندي هنا كتب مش نافعة مقلمة زرقا مش نافعة انا عندي اقلام هي دي اللي هتمشي لان هنا انا باسأل عن الاشياء الموجودة في رقم 15 هنا تسونامي صديقك بيسألك عن لون المقلمة طيب انت حتقول له ايه بقى لان هو اللي بيسأل وانت اللي بتقول فطبعا هنا هتقول له هي برتقالي مش هقول له هي مرتبة ولا هي صغيرة ولا انا عندي مقلمتي لان هنا انا بسأل عن ال ايه عن الكولاغ واحنا قلنا الكولاغ يعني ايه اللون 16 تون لا تيام تيام لزاكتيفتي منوال يعني انت بتحب الانشطة اليدوية فهتقول ايه بقى طالعا ما انت بتحب الانشطة اليدوية هتقول لنا ايه هتقول لنا انا بحب البراسيلي براسيلي الحزازات الاسويرة يعني خلي بالك الانشطة اليدوية فانا عندي ثلاث حاجات هذكرهم على طول البراسيلي وطبعا الماكت نمازج المصغرة دي باتو او دافيون دي الاكتيفتي منوال ممكن اخد معاها البنتير شوية عشان بحتاج له برضو بعض الحاجات طبعا هنا انت بتسأل او انت بتحب فهقول جام اقول جام في الجملة اللي بعدها انت تسأل صديقك لون شانطته طب كسكتي دي ماذا تقول ما لون شانطتك واضحة جدا لاني بسأل عن لون الشانطة طيب في السؤال رقم 18 طونا مي صديقك ايه ديزوردوني يعني ايه ديزوردوني يعني فوضوي غير مرتب كسكتي دي بتقول ايه هتقول عندنا غرفته مرتبة ولا هو بيحب النظام ولا غرفته فوضوية غير مرتبة هي دي اللي انا هختارها طبعا ولا هو منظم طبعا احنا عارفين ان كلمة ديزوردوني يعني ما هو يضع لزوبجي الاشياء بارتو في كل مكان او سيزفر اغرادو بارتو بارتو يعني هنا قلنا في كل مكان في رقم تسعتاشر بنقول تيدي ماندا تونمية انت تسأل صديقة دو دكرير عن ياسف ساشامبر غرفته كسك تيدي هتقول كيف تكون غرفته هنعرفين انه كومون بتسأل عن السؤال عن الوصف عن الصحة عن الاسم عن وسيلة المواصلات يبقى كومون معناها كيف بتسأل عن اربع حاجات تيباغل انت تتحدث دو تيز اكتيفتي مانوال يعني عن انشطتك اليدوية المفضلة كسك تيدي ماذا انت تقول انشطة يدوية طب حقول يعني انا بعشاء الرسم ولا انا بفضل التلفزيون مش هتنفع ولا بحب الفرانسيو مش نافع ولا جدي تيست اللي ما كيت انا بكره اكره طبعا مش نافع لان انا بتكلم عن الانشطة المفضلة ركز تي تنفرما انت تستعلم سيغلو نامبر دو ليفردون لساك عن عدد الكتب في الشنطة كسك تيدي ماذا انت تقول طبعا كومبيان دو ليفردية كم كتاب انت تملك جملة رقم سي معناها هل انت تمتلك كتب فمش نافع طبعا رقم ب اي كتب تفضل مش نافع طبعا كومبيان دو ستيلو طبعا دو انا مش هتنفع طنا مي صديقك تديماند بيسالك سي كوا الفتر ايه هو الفتر ايه هو الام الصبورة ده فانت بتقوله انه اداه من الادوات المدرسية في رقم تلاتة وعشرين يعني صديقك بيخبط عالباب هقوله ايه اقوله اهلا بيك ادخل ولا اقوله شكرا جزيلا نعم ان انت خبطت عالباب واجهت دماغي ولا اقوله وي سباب يا نعم بخير ده السؤال عن صا ولا الى اللقاء يلا بقى ودعنا في صفحة دي بيقولي يعني كمل بأدات ناكرة لا ولا لا ولا لا طبعا هنا لابد اخد بالي ان كلمة مفاتيح جمع ان كلمة مفرد بس مبدو بحرفه متحرق خدت يعني غرفة ودي مؤنس خدت يعني الم تصحيح او الم وخدت لا سيور لونيار الم تحديد طبعا مذكر يكل مؤنس بس ما بدو بحرفه متحرق خدت طبعا طرس مؤنس خدت لا سيزو جمع مذكر دايما كلمة كلمة خدت لا ركت طبعا مضرب خد لا وبعدين اللي هي رسوم المتحركة وقصة مصورة دي لا طبعا فوتو صورة دي مؤنس اما كلمة راجل مسترى دي مؤنس هنا بيقول يعني كمل الكلمة المحددة او الكلمة اللي وغد لون ظاهر عندنا دي بطبعا المؤنس طبعا جاوبناها وشوفنا عندنا ان الكلمة بابارد انسناها اهي بابارد وهكزا بقى الصفات على حسب حفظنا لها طبعا تعالوا نشوف الاختيار بقى بيقول ايه طناج ايه عمرك بيكون ستاشر سنة طبعا مش هقول عمرك ياملك ستاشر سنة لا هقول عمرك ها يكون ستاشر سنة فجملة فيها فكرة ناخد بنا منها طبعا مؤنس فحتاخد بيتيوتي الاخيرة اللي يجمع مؤنس يعني صغيرة او صغيرة صديق التوم دايما ما يكون في اسم خلي بلك من دو ده يبقى دايما شغلي كله هيبقى الاسم الاولاني لما يهنا مؤنس يبقى حناخد رقم بي اللي هي مهزبة او زريف يعني اصدقاء ها شو بقى في دو اهو يبقى اشتغل على الاسم الاولاني اللي هي جمع مذاكر فحناخد لها بفار اللي هي را خمسين جملة الاخيرة في الصفحة دي بتقول برضو نفس العملية اللي هو الرب تبدو يبقى حشتغل على كلمة مؤنس يبقى ناخد جروند اللي هي كبيرة تعالوا تشوف السؤال خمس طبعا انا حاصف كلمة ايه هنا جمع اللي هي مساحات او بدور في الصفات اللي قدامي ما لقيتش ولا صفة فيها ايه ما فيش الا طبعا احنا قلنا لو لقينا او او اخترهم على طول او او طيب رواقم سبعة معناها شنط شنط جمع مذكر يبقى حاخد صفة جمع مذكر اللي هي اللي هي زرقا سي وبعدين ايه فرد علي قال لي ستين جم طبعا ستين جم ده شي والاشياء يوسع لعناها بسي كواء او يبقى هنا حناخد كواء اللي هي ما هذا ايه اردني بيكون منظم هل بيكون منظم لان في علامة استفهام في حرد انا شوفي الاجابة فهو خلف عمل خلاب عمل تغيير ما بين كلمة وديز يبقى هنا حناخد لا ده هو مش مرت هل انت بتحب موسيقى الراب قال له نو انا بعشق راب ولا وي وي طبعا حنختار وي الاولانية مليكم شتاعة بسي خالص حنختار وي الاولانية نعم انا اعشق موسيقى راب هو هنا نفس الدرجة بل علاها شوية انت بتحب قال له لا ده انا بعشق فهي نفس الدرجة او تأكيد على الفكرة الاولانية سي فقال له سي مون فوازان مون فوازان هنا معناها عاقل عاقل هنا فالعاقل يسأل عنه بسي يبقى هناخد كيلة اخرانية عندنا سي طبعا سي لو لقيتها قدامي هاخد صون على طول على طول سي مفيش اباسترو فيها باخد صون او اخد عندنا نئبة لو جات ايه اللي هي او اس تي بتاعت برب ااتر ما بين نيوبا طبعا هي جمعة هنا لاننا بتكلم عن فورنيتير اللي هي الادوات المدرسية فهناخد هنا صون اللي هي الاخيرة في الجاملة اللي بعدها مكتوب ايه المونة قل ده في المذكر ومونة مؤنس فانا مش هقول ايه لصابيل مونة هو يسمى مونة مش هتماشي يبقى الجملة هنا فيها فكرة صغيرة هو بيناديني مونة بيسميني مونة طبعا انا عندي الاختيارات اللي انا ممكن اشتغل عليها يا صابيل يا مابيل طبعا طابيل مستبعدة لان ده تصريف مع الضمير النهاية في الاخر او اس اخد بالي مناه صابيل مستبعدة الاخرانية عشان في اخرها او ان تي اهي يبقى مش هتماشي معاقل يبقى ركزه قوي في حتة الاستبعاد دي يبقى انا يا صابيل يا مابيل لو اخترت صابيل وما بصيتش المونة يبقى انا اخطأك هو يسمى مونة مش ماشي مابيل بقى هو بيناديني بيناديني بمونة هنا ميه هنا ضمير مفعول ميه ضمير مفعول وليست ايه تصريف لفعل زو ضميري جنب كوليز اكتيفتي كلمة اكتيفتي طبعا جمع مؤنس هتاخد منوال سي وبعدين طبعا يعني ايه التقيم او النتيجة فدي مذكر تاخد له طبعا دي بيختبيني في المذكر والمؤنس معناها براية وبعدين اما بلاي باخد لهو تسكن هاخد له اين اين تسكن فعله 23 شرع الابرا ليفر خد كومبياندو ياخد كل كل جمع مذكر مش موجودة دي هنا كل الاولانية جمع مؤنس يبقى حاخد كومبياندو عشان جيه بعدها اسم جمعي يبقى كام كتاب تمتلك في الشانط سارة اقان كوبان طبعا هاخد كلمة مذكر هي كوبان الاولانية زميل ساي وبعدين لاتروس دي جولي يعني انها مقلامة جولي بعدها مكتوب واحنا اخدنا بقى ان اسمين ما بينهم دو هشتغل على الاسم الاولاني هنا يعني المقصات وكلمة المقصات هنا طبعا ايه جمع مذكر المقصات جمع ايه مذكر فجمع مذكر ادور على صفة جمع مذكر اللي هي نوار اللي هي رقم قدامنا اللي هي معناها اسود او سوداء اتفقنا بقى اسمين ما بينهم دو يبقى اشتغل على كلمة شامبر شامبر هنا جمع مؤنس فحناخد رونجي الاخيرة في الجملة اللي قدام يعني مرتبة في الجملة رقم تلاتة مونا كوم سارة سان مونا مثلا سارة تكون وخلي بالك ان سان هنا جمع فاختر جمع على طول مؤنس باسيونت لكن مونا كوم سارة اي وفي فصلة اي في فرجال ما بين الاسماء وبعضها فحناخد است فحناخد باسيونت لان هنا الوصف المنبس طيب راكت كلمة راكت جمع مفرد مؤنس وحناخد كال اللي هي رقم ب كال راكت شوزيت يعني اي مضرب اخترت انت في رقم ستة وحنا قلنا كلمة اللي سيد اللي انا هشتغل عليها وليسي معناها مدار السنة ودي جمع مذاكر عشان كلمة رس طب ما فيش جمع مؤنس خالص بس عندي كلمة مارون التفانة ان الثلاث صفات اللي انا بختارهم في اي حتة اللي هما مارون سوباغ اورانج مارون سوباغ اورانج وليهم ورايا معايا مارون سوباغ اورانج لقيتهم على طول اختارهم في الصفات اللي هي قدام طبعا جمع مؤنس معناها المستلزمات المدرسية وحاخد الاخير عشان كال هنا عشان انا بتكلم اي المستلزمات المدرسية تيا انت تملك او اي ادوات مدرسية انت تملك في رقم تسعة طبعا احنا انتفقنا مع بعض شوفوا كلمة بتنجمع ازاي تايما بتنجمعش لكن هحطولها اسف الاخر طبعا هنا هناخد لانه قلنا بلاقي سي مش منفية مصبتة سوباس كده اخد بعدها صن على طول لزليف التلاميذ وبعدين ادوار اخرها او انت لان التلاميذ هنا بتساو الضمير اي لا بكاس جايليو صن بافار طبعا هناختار الاولانية لان دي جامع اي مذكر موناء دي كوبين موناء لديها صديقات سوريونت بشوشات او متسيمات لان انا في كلمة صديقات لشامبر اي الغرفة بتكون طبعا لان كلمة شامبر هنا مؤنس فاختارت جران لسك الشنط او الحقائب جامع مذكر فهناخد اللي هي رقم ب ملونة يعني اصدقاء طبعا صن بيكونوا انتليجان اللي هي الاخيرة لان انا قلنا لما بيبقى في اسمين ما بينهم دو يبقى اشتغل على الاسم الاولان يبقى كلمة لكوبان هنا جامع مذكر يبقى اخذ انتليجان لالاخيرة اسكية جي دي كريان انا عندي اقلام كلمة احناخد رقم ب لان كريان معناها اقلام لصاص ودي جامع مذكر لزمي صديقات لك بيكونوا طبعا احناخد الرقم سي اللي هم مهزبين يعني وبعدين دي راكات اتفاعنا سي ناخد صن بعدها لفي سابل كمان لفي سابل كمان هنا لفي البنت بتساو دامير الف حسار البر بسابل لير معا هكذا لتيب دي بانتليجان عارف هنا كلمة تيب بتنتيب حرف او في الاخر بس يامو ذكر يبقى احناخد كلمة جولية جميلة اللي هي اول صف اللي باند دي دي سان اميزان طبعا لان كلمة باند دي 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 هنا جمع مؤنس فحناخد اميزان مسلية اللي هي الاولانية فاخرها او اس لزامي دو بيير صديقات بيير حناخد انتليجان الاخيرة طبعا على اساس ان هي مؤنس طي لفوتو دي بنسان برضو بنكرر حكاية ان الاسمين ما بينهم دو بختار على حسب الصفة على حسب الاسم الاولاني يبقى ليفوتو بيل حناخد الاخير في الاجابة هنا في سؤال الرابع قالت ريجولي طب ريجولي دي صفة يبقى حنسأل بكمو احنا قلنا كمو بتسأل عن الصفة او الاسم او الحال او وسيلة المواصلات طيب بعدها علي ومو علي ومو بتسود منو يبقى حصرف عنو يبقى نو صم نو صم نحن نكون بفار يعني رغايين بتكلمه كتير طبعا يعني انا بخير وانت طبعا احنا عارفين انها مؤنس ما فيش ولا صفة مؤنس من دول بس لقيت ايه لقيت مارون واحنا قلنا ما لاقي كلمة مارون فعلى طول الجار يختارها سواء لقيت مارون او جادور واحنا قلنا الكلمات اللي بتنتهي بتير في الاخر الاربع حروف الاخارة كلها مؤنس لزمي صديقات جان ديزوردوني الاخيرة طبعا على اساس ان كلمة ديزوردوني هنا جمع مؤنس كلمة كارتير يعني حي ساكني ودي طبعا عندنا كلمة مذكر سؤال هنا خاص بطلبة الازهر وهو سؤال الترتيب واتمنى انه طلب التربية تعليم برضو تمسك السؤال ده تحله وبعدين تراجعوا بعد ما تحله ربما يكون اتحودنا كويس على تكوين الجمل لان دي مهارة كويسة جدا عندنا الامتحان اللي قدامنا ده تحصيل بقى لكل اللي احنا خدناه قبل كده ياريت كلكم تحلوه الاول اولا نحل وبعدين نراجع الحلول على الاجابات اللي قدامنا ونشوف هل اجابات بتاعتنا صحيحة او فيه اختلاف ولو فيه اختلاف ممكن نتناقش فيه لو انت مش مقتنع به طبعا فيه حاجة مهمة قوي ان تحت في الوصف عندك فيه مجموعة الواتس وبرضو فيه التليجرام لو فيه اي سؤال ابعته لي على المجموعة بلاش تبعثه خاص ابعت على المجموعة بحيس حتى لو انا ما رضيتش بيبقى فيه زميلك موجودين منهم من سنة تانية او تالتة ممكن يجاوبوا وانا براجع الاسئلة بعد كده لو انا كنت مجغول او اي حاجة فبلاش تبعث خاص وابعت على نبعثه على عشان رد بيبقى سرع واقوى شوي بنقوله طالما استفدت مننا ما تنساش دعمنا بلايك واشتراكك في القناة طبعا يسعدنا واتمنى لكم كلكم التوفيق طبعا ونركز قوي واحنا بنجاوب الامتحان عندنا ده امتحان خاص بمواصفات الازهر وهو قريب جدا من المواصفات بتاع التربية والتعليم يعني دايما بنقوله الطالب التربية والتعليم حل الامتحان بتاع الازهر وبنقوله الطالب الازهر حل امتحان التربية والتعليم عشان تستفيد منها كويس طبعا بالنسبة للاميل والموضوع فيها فيديو خاص بشرح ازاي اخد الاميل وازاي اشتغل عليه وازاي يجاوب على الاميل حنسيبه برضو في الوصف عندكم تحت في وصف الفيديو نشوفوه من تحت كده ونشوفوه عشان طبعا اخر موضوع اوصف شنطتك ومقلمتك الموضوع ده موجود عندنا نقرأه مرة واتنين وثلاثة لحد ما نبدأ نحفظه كويس ونكتب بخير دائمان بإذن الله وروبوار